موسيقى 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 أهلا أحبائنا المشاهدين في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد بعد غياب أكثر من شهرين كنا نحط حلقات مسجلة للبث المباشر طبعا بسبب أزمة الكورونا والأمور ابتدأت تفك شوي طبعا إحنا في الستوديو قللنا العدد وفي مسافة مترين بين كل شخص وشخص حبيت أعطيكم هاي المعلومات حتى تكونوا مرتاحين إحنا كمان منصلي من أجلك ومن أجل أسرتك ومنصلي من أجل كل مصاب أو مضروب بضربة الوباء الرب يصنع شفاء وفعلا تفك هالأزمة والرب يعطينا الشفاء الكامل لمجتمعاتنا تعود لكن تعود بشيء أفضل ندرك من هو الله في حياتنا وجوده حضوره معاملاته ندرك الله في حياتنا السؤال كان طبعا عن طريق الفيسبوك طلبت أن الوباء هل هو ضربي إلهي أو قضاء إلهي أو عقاب إلهي أم هو خطأ بشري أم أن السببين مجتمعان مع بعض ممكن الله بيسمح أنه فعلا يكون خطأ بشري لكن الله بيسمح فيه اليوم رح نتطلع على الموضوع من عدة نواحي رح نتطلع عليه عن الوباء في العهد القديم ثم العهد الجديد ونشوف شو كلمة الله بتعلمنا عن الوباء في هذه الأيام أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة تشجع آخرين رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السؤال كيف فينا نتعامل مع الوباء اليوم من خلال حديثي أنا مش بحاول أضيف معلومات لأنه لما فت على الفيسبوك وعلى الصفحات وعلى اليوتيوب يعني كميات هائلة بالآلاف من الموضوعات كل الكنايس كل الخدمات عم بتتكلم عن هذا الموضوع لكن اليوم أنا رح أخذه من ناحية دراسية من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس وعادة منبتدي في المقدمة بعدين بالخاتمة أنا اليوم رح أبتدي بالخاتمة ونرجع للمقدمة بعدين نرجع للخاتمة مرة أخرى يعني عم بكسر نوعا ما قوانين الوعز لكن في سبب وفي غرض من هذا الموضوع خليني أقول أن الكتاب المقدس وعد من خلال الصلاة التي تكلم عنها سليمان في تتشين الهيكل الآية بتقول في أخبار الأيام التانية إصحاح 7 والآية 13 والآية 14 مكتوب وإن أرسلت وبأ على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرأ أرضهم في مزمور 91 لنا هذا الوعد مكتوب لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر حبيت أبتدي في هدول الوعدين لأنه كثير ناس مرعوبة كثير ناس خايفة كثير ناس محتارة في كثير ناس عم تسأل وطبعا تساؤلات وراء تساؤلات وهذا واضح طبعا من خلال طلبات الصلاة اللي بتوصلنا من خلال الاستفتاء اللي عملناه عن طريق الفيسبوك منشوف فيه تجاوب كبير في هذا الموضوع الاستفتاء لحد ديت هاي اللحظة خليني أشوف وين وصلنا اللي قالوا أنه عقاب من الله نسبة 44% واللي قالوا خطأ بشري نسبة 56% ويمكن الاستفتاء وصل تقريبا لحوالي 16 ألف شخص لكن مازال الأمر مفتوح بحب أسمع منك أحبائي فإذن كيف فينا نتعامل مع المرض اسمح لي أبتدأ أولا من العهد القديم هذا المرض أحبائي كله أو أساسه الخطية خطية الإنسان لا أقصد يعني الخطية فيها نتائج ما أقصده هون خطية آدم وحواء لما أخطأ آدم أحبائي ابتدأت الأرض تنتج شوكا وحسكا صار فيه موت صار فيه لعني صار فيه مرض صار فيه أمور كتير بتحدث يعني بسبب الخطية في العهد القديم صار فيه قتل صار فيه عنف صار فيه دربات الطبيعة كلها جنت يعني الطبيعة مش عم تنسجم حتى مع الإنسان وبسبب الخطية كل شيء تشوه الطبيعة حتى الحيوانات صار فيه حيوانات مفترسة عنيفة اللي بتاكل الحيوانات الأخرى كانت خطة الله وما زالت هي خطة صالحة كاملة ومرضية ودايما خطة الله لخير ومنفعة الإنسان فإذا صارت الطبيعة الساقطة وصار فيه عداوي بين حتى الإنسان مش بس مع الخالق حتى الإنسان مع الطبيعة والكتاب المقدس أحبائي بيتكلم عن أوبئة كثيرة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد لكن برضو إلى اليوم أحبائي منقرأ عن أوبئة كثيرة حدثت وعلى فكرة يعني يمكن ضخموا موضوع الكورونا أو الكوفيد 19 بس لما بتقرأ تاريخيا عن بعض الفيروسات أو بعض الأوبئة اللي حصلت حصدت يعني ربع أو تلك السكان وأنا بتكلم على مئات الملايين وهذه النوع من الأوبئة مثل الطعون الأسود مثل الكوليرا ما زالت تحصد ناس في أفريقيا مثل الفلوانزا الإسباني في بداية القرن التاسع عشر في حوالي 1918 وطبعا الإبولا والسارز والكورونا وأسماء كثيرة أسماء علمية ما بعرفها أنا كل هذه الأسماء اللي تسببت بفيروسات مضرة جدا وهذا الوباء يعني مش بس مجرد مرض معين الوباء أحباء الشيء مستشرس اللي بيصيب مش بس الشخص وبيصيب جماعات كثيرة فالأوبئة أحيانا بتحصد قرى بتحصد مدن بتحصد شعوب بتحصد أمم فالوباء هو الشيء الكبير اللي بيحدث مش مجرد مرض معين لكن بتحدث لجماعة كبيرة جماعة ضخمة جدا بغض النظر هذا المرض دايما معدي دايما بيستشري في أسباب كثيرة يعني إذا كل كل اسم يعني فيروس أو مرض أو وباء ذكرته حصد ملايين عشرات الملايين وصل العدد إلى مئات الملايين فطبعا تسببت في الموت تسببت في الدمار في كل مرة في الكتاب المقدس في قضاء إلهي بيكون في تحذير إلهي دايما الله بيعطي فرصة أن يكلم الناس عما سيحدث مثل يسوع في العهد الجديد يتكلم عن أوبئة في آخر الزمن لكن لاحظ هذا الشيء ابتدأ شعوب كنعان يعني الرب أمر بإبادة هذه الشعوب لكن أعطاها فرصة أكتر من أربعمائة سنة من وقت مواعد إبراهيم بنسل وأن هذا النسل سيكون في أرض غريبة يتكلم عن شعب إسرائيل لما ذهب يعقوب والأصباط أولاده كلهم لمصر وكثروا في مصر رجعوا من مصر بعد أكتر من أربعمائة سنة لكن كانت كلمة الرب لأنه كأس الأموريين لسه ما اكتمل ومع إنه الرب أعطى تحذيرات فالكنعانيين كانوا بمارسوا عبادات وثنية منها ذبائح الأطفال وكانوا بمارسوا عدات شريرة جدا شزوز الجنسة بكل أنواعه مش بالطريقة الكتابية الطريقة الإلهية ووصل الوضع لهذا الشزوز إنه مع الحيونات فالكتاب في أصفار موسى عم بيتكلم بيقول إنه الأرض نفسها الطبيعة هي اللي رح تلفز هذا الشعب وهذا الشكان من الأرض بسبب المساوئ بسبب الأمراض بسبب الأوبئة بسبب الشزوز بسبب الخطيئة بسبب الوثنية بسبب الإبتعاد عن الله فابتلأت الأمور في شعوب كنعان وعلى فكرة كيف منعرف من رحاب لما دخل يشوع وقالت إنه إحنا سمعنا شو الرب عمل بالمصريين فإذا كان عندهم المعرفة عن هذا الموضوع شعوب كنعان الرب أراد إنه يشيلها بسبب الخطيئة اللي سببت الأوبئة وانتشار الأمراض ثم منيجي أحبائي لقضية الطوفان طوفان في أيام نوح نوح طبعا كارز للبر وتكلم أنذر وحذر الشعب وعلى فكرة كارز مئة سنة إنه الناس التوب لكن للأسف سخروا واستهزقوا وحطوا الله يعني جانبا لأنه شو هي الخطيئة الخطيئة هو الاستقلالية عن الله والانفصال عن الله ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وهذا ما فعلوا فالشر استشرة وحتى كل التصور وكل الفكر من جو لبرا كله صار شرير فالرب أمر طبعا بالطوفان حتى يهلك كل الدنيا طوفان عالمي ما عدا طبعا نوح وعائلته ثلاث أولاد وزوجاتهم يعني ثمان أشخاص اللي نجيوا لما دخلوا الفلق ثم الكتاب المقدس بيتكلم عن مجاعات كثيرة مجاعات حتى من أيام إبراهيم من أيام إسحاق من أيام يوسف من أيام يعقوب مجاعات في أيام إشعية في أيام إليا في أيام يؤيل النبي مجاعات كثيرة حتى في العهد الجديد الكنيسة الأولى جمعت تقديمات بسبب المجاعة بسبب القحط اللي صار في أور شليم فهذه كلاتها الكتاب المقدس بيتكلم عنها كضربة إلهية بعدين منيج إلى سدوم وعمورة سدوم وعمورة يعني وصل الشر والشزوز الجنسي لدرجة أنه الله أمطر نار وكبريت حتى تحرق كل الغور يعني منطقة غور الأردن فيها كان خمس مدن أربع مدن راحة تتحرقت واتدمرت تدمير كامل وما نجي أي شخص من طبعا من هذه الضربة الإلهية اللي حلت على على الشعب بنفس الوقت منشوف الضربات يعني في أيام موسى لما صار التوقيت صار المعاد الله طلب من موسى أنه يروح لفرعون حتى يخرج الشعب من أرض العبودية لكن مكتوب أنه فرعون قص قلبه وكان ضد موسى وضد هاي الفكرة ضد الله مباشرة فالله جلب ضربات على المصريين وهذه الضربات هي عمليا هي ضد فرعون وضد آلهة فرعون والضرب الأخير كانت قتل كل أبكار المصريين بينما الدينوني كانت على شعب مصر كانت الحماية الإلهية على شعب موسى بسبب الفداء بسبب خروف الفصح بسبب الدم اللي رش حتى ينقذ شعب موسى من هذه الضربات اتمتع بالحماية الإلهية لكن لاحظ الله شو بيقول من خلال هذا الموضوع في خروج تسعة مكتوب يعني بيحكم لفرعون لأريك قوتي وبعدين يقول أيضا مش بس قوتي بيتكلم لكي يخبر باسمي في كل الأرض وبتعرف حبائي فعلا هذه الحادسة ظلت عالقة لسنين ذكرت أنا رحاب أنه ذكرت شو الرب عمل في أرض مصر حتى في أيام سموئيل النبي لما الرب ضرب شعب الفلسطينيين القدماء بالبواسير أدركوا أنه هاي ضرب إلهية ومين رح يقاوم الله فكان كلامهم أنه لا نقاوم مثل ما أو لم يغلظوا قلوبهم كما فرعون أغلص أغلظ قلبه ضد الله فبعتوا تبوت العهد رجعوا لإسرائيل لكي يخبر باسمي في كل الأرض تعرفوا بعد هذه الضربات شو الله تكلم لشعب إسرائيل قال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك تعرف حبائي في نفس الوقت الرب حذر شعبه من الكوارث مثلا بتشوف إصحاح البركات واللعنات في سفر التثنية إصحاح 28 21 يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض بيتكلم عن شعبه تحذير لشعبه في لويين 26 مكتوب وإن لم تتأدبوا يعني برضو ضربوا كلام الله حرط يعني ضرب الحائط مكتوب وإن لم تتأدبوا مني بذلك وأرسل في وسطكم الوباء الوباء وهون على فكرة بقول إن ما تبتوش سبع أضعاف رح يرسل هذا الوباء حبائي لما بتنظر الضربات بتشوف الوباء واحد من الضربات الكبيرة اللي مذكورة في سفر التكوين إصحاح 28 وعلى فكرة في أيام موسى الرب يعني مش بس كان بيعطي ضربات أو وباء لكن من ناحية تانية بتشوف معاملات الله مع شعبه على فكرة الله كان بيهتم حتى في الأمور النفسية والاجتماعية والروحية والصحية أيضا لشعبه فمثلا يعني بتشوف في الرب وضع قوانين صحية لشعب إسرائيل في سفر العدد إصحاح خمسة بيتكلم عن الأبرص واللي عنده السيل لازم يكون في حجر صحة يعني لازم يكون خارج المحلة وفي لويين إصحاح خمسة عشر بيتكلم عن نفس المواضيع بيتكلم عن الإفرازات والسيل اللي بيطلع من الجلد ومن الجسد سواء من الرجل أو من المرأة فلازم يكون أيضا في حجر صحة لازم يغتسل لازم الملابس تغتسل لازم حتى يعني أي شيء الغطاء اللي بتغطى فيه كله لازم يغتسل هذه القوانين الله وضعها حتى يحمي شعب إسرائيل مثل شو يأكله أو ما يأكله الطيور الطاهرة أو الحيوانات الطاهرة بالمقارن مع الحيوانات النجسة مثلا شريعة الأبرس لازم يكون خارج المحلة بيوضع قوانين يعني كم متر يكون كم البعد ماذا يقول كيف يصيح كل هذه الأمور الله عمل زي نوع من الحجر بالدل على الحكم الإلهية بقوانين منتظمة قوانين منتظمة حتى يحافظ على شعبه حتى يحمي شعبه من الأمراض ومن الأوبئة ولسيما في تلك الأيام لكن مشكلة الإنسان لما بناقض الله ولما بعاند الله مع أنه حذر وهذه التحذرات أحبائي دايما بتشوفها تستخدم الله بيستخدم السيف أو الحرب يعني بيستخدم الأعداء ييجوا حتى على شعبه بيستخدم عدة مرات في الكتاب المقدس بيستخدم المجاعات وبيستخدم الوباء بيستخدم الأوبئة الضارة الشرسة اللي بتقتل أعداد كبيرة مثل ما نشوف بعد شوي أحيانا بيستخدم الوحوش الضارية بيستخدم الزنابير بيستخدم الحشرات بيستخدم الجراد يعني كلها طرق للضربات الإلهية سواء للقضاء على الوثنية أو التأديب الإلهي على شعبه دايما حتى يعرفنا ناحية معينة من هويته من شخصيته أن الله قدوس الله عادل في رهبة في حضور في مخافة لما الإنسان ما بيخاف الله سعتها الله بيعطي الإنذار وبينفذ ما يقول الرب ثم في إشعياء 24 كل هذا الإصحاح بيتكلم أغلق كل بيت عن الدخول في أرمية 14 أرسل السيف والجوع والوبع حتى في نبوة أرمية لما نبو خد نصر أخذ أرشاليم على ثلاث مراحل في المرحل الثانية لما أخذ كل أشراف يهودة منهم دانيال ومنهم الفتية الثلاثة وبعزيهم أرمية وبيتكلم برسالة للمسبيين بيقول يعني لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء فتدعونني وتطلبونني فتجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم فعن بشجعهم هاي السبي رح يكون سبعين سنة هناك اتأقلم مع الوضع صلي من أجل البلد أطلب سلامتها أطلب خيرها اتزوج ازرع كل الصمر عيش حياتك بينما أرشاليم اللي ظنت كانوا بيعتمدوا على الأنبياء الكذبة اللي حكوا أنه سلام سلام وإحنا ديانتنا هي العظمة وديانتنا مش ممكن يصيبنا أي شيء أرمية بيتنبأ على أورشاليم على السيف والجوع والوباء وضربهم بالثلاث ضربات في سنة في المرحلة الثالثة سنة 586 قبل الميلاد جاء نبو خضنصر ودمر أورشاليم دمر الهيكل وأخذهم إلى السبي ثم أحبائي في العهد القديم الجواسيس موسى وهارون أرسلوا جواسيس حتى يعرفوا وضعية الأرض أرد الرب أعطاهم الأرض أرض كنعان لشعب موسى فلما أرسل الجواسيس اتزمروا اتزمر الشعب وتمرد على موسى وعلى هارون مكتوب الله ضربهم بالوباء حتى يبيدهم لكن في سفر العدد الله بيتسأل حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بالآيات التي أفعلها في وسطهم يعني رغم كل المعجزات التي شفوها والضربات على مصر ومع كل هذا أعطوا تقرير قالوا كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا وبعدين قالوا يعني بل كالب ويشوع قال هم خبزنا إننا قادرون على امتلاكها فابتدأ يتزمروا ابتدأ يتدمروا ضربهم الرب في الوباء وهون تدخل موسى وشفاعة موسى تشفع من أجل شعب إسرائيل حتى لا يبيدهم ثم أحبائي شعب إسرائيل تزمر على موسى وعلى هارون اللي منهم قورح وداثان وابيرام فضربهم بالوباء لولا هارون هارون الكاهن رئيس الكاهنة وضع بخور في المبخرة حتى يكفر عن الشعب ووقف بين الضربة يعني بين الموتى وبين الأحياء فامتنع الوباء بس أوردي صار مية أربعة عشر ألف وسبعمائة شخص في سفر العدد إصحاح ستة عشر حتى في أيام بالعام كان نبي كاذب مزيف وهو اللي يعني حاول أنه يلعن شعب إسرائيل لأنه كان بيأخذ مصاري قجرة إثم من الملك بالاق اللي استأجره وكل ما بده يلعن تروح تتحول لبركة أكتر من أربع مرة بعدين عمل خطة جهنمية وهي الخطة الجهنمية طبعا أنه طالما أنا مش رح أقدر على هذا الشعب من جهة إلهه من جهة شريعته خليني أبعده أنا عن إلهه وهون ابتدأ يجيب البنات المؤبيات وابتدأ الشعب يزني مع البنات المؤبيات ومات أربع وعشرين ألف شخص لولا فينحاس فينحاس اللي هو ابن العازر ابن الكاهن هارون يعني الحفيد هارون اللي ادخل والرب منع الوباء وهكذا حبائي في أيام صموئيل النبي عندما أخذ تبوت عهد الرب إسرائيل مارس الخطيئة حتى في الكهنة عال الكاهن وأولاده كان يضاجع النساء وكانوا بيسخروا بيستهزئوا من الذبايح الناس اللي كانت تقدمها فأخذوا تبوت العهد يعني ظنوا إنه الله معهم حضور الله لكن نسي إنه الله فارقهم مكتوب في سموئيل الأول إصحاح أربعة آية 22 أخذ تبوت الرب زال المجد من إسرائيل مات عال الكاهن قتل أولاده وأخذ تبوت العهد أخذوا أقطاب الفلسطينيين الفلسطينيين يعني اللي هي أشدود أشكلون قت عقرون وغز هذول الخمس أقطاب الفلسطينيين لكن الله ابتدى يضربهم أولاً ابتدى يضرب آلهاتهم دجون اللي هي نص سمكة يسقط أمام الشعب بعدين عرفوا أدركوا إنه الموضوع أكبر أكبر منه فبسبب هذا الموضوع الرب دربهم بالبواسير فأخيراً أدركوا قالوا طب ما إذا الرب درب مصر وعظمتها إحنا شو بدنا نعمل أمام إله إسرائيل وفعلاً بعد تتبوت العهد وأرجعوا معه هدايا وكفة الضرب عن شعب الفلسطينيين القدامة حبائي لأنه إذا أغلز قلوبهم مبدأ الله إنه أجرة الخطي يموت وإنه الإنسان لابد أن يدفع ثمن الشيء اللي بيعمله رح أكمل حديثة لكن رح أخذ فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة احبائي شفنا الوباء في العهد القديم شفنا انه احيانا بتكون قضاء الهي على الوسانية والشعوب اللي الله بيحذرها بينذرها ومش عم تسمع وكتير مرات بتكون قضاء بشكل تأديب على شعبه بعد الانذار وبعد التحذير وانه الله لا يحابي بالوجوه وانه الله يعني قدوس عادل بار لا يطيق الخطيئة هو نور لا يدنى منه حتى لما شعبه كان بيخطئ كان ضعف او ضعفين الضربة على شعب اسرائيل عن الشعوب الاخرى لانه قال اياكم عرفت من بين جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم يعني بشكل اخر كلما الانسان بيعرف اكتر عن الرب بتزداد المسئولية والمسئولية ان الشعب المفروض يكون نور ويكون صوت ويكون رسالة ويكون شهادة لكن للأسف اذا شعب الله هو اللي بيخطئ ضد الرب فالله بيرسل الانبياء وبيرسل التحذير والانذار وبحاول بشتل وسائل يلفت الانتباه لكن بيصل وضع كما وصل الى السبي السبي الاشوري سنة 722 قبل الميلاد حذر وحذر الرب لكنهم لم يسمعوا ويهوذا مش تتعلم من السامرة لكن برضو عاندت بعد الملك يوشية جاء يهو يقيم يهو يكين يعني فيه طبعا قبلهم يهو احاز بس ثلاث شهور لكن الفترة هي اكتر يهو يقيم يهو يكين وبعدين الصدقية اللي هو كمان بيكون ابن يوشية اخيه يقيم كلهم عاندوا واخيرا جاء نبو خضنصر ودمر اورشالين بعد كل الانذارات ارمية كان بيبكي دموع كانت دموعه شلالات انهار مثل شلالات نياجرا وجماعة اصحوا انتبهوا الرب جايب في الوباء الانبياء الكذبة لا ما تردوش على ارمية سجنوه حطوه في البير استهزئوا بيه مرة مزقوا السجل اللي كتبوا الكتاب اللي كتبوا لكن لانه كلمة الله ما بتتغير رجع كتب نفس الكلمات لانه الله ساهر على كلمته ليجريها ومع كل هذا يعني اداروا الظهر وعاندوا الله لكن القصة اللي راح احكيها في العهد القيم شوي يمكن غريبة على اغلب منها داود النبي داود الملك داود اللي بيرمز ليسوع المسيح اللي فعلا يعني الرب قال عنه وجدته داود بن يسى رجلا حسب قلبي داود أحبائي ارتكب خطيئة كبيرة والخطيئة كانت فعلية يعني بقراره هو مع انه الكتاب بيتكلم انه هو اخذ القرار باحصاء الشعب لكن في موضع اخر منشوف ان الشيطان اغوى على اي حال مشكلة القائد الروحي غير عن اي شخص اخر المفروض يكون عنده الوعي الروحي والحس الروحي والتمييز الروحي حتى لو الشيطان اغوى فداود هو اللي تسبب في الوبع شدد الامر على رئيس الجيش يقاب رئيس الجيش ان يروح في قتول وعرض البلاد ويحصي كل رجل بأس مستل السيف ورجع طبعا بالأول يقاب حذر داود بلاش الرب يزيد والرب يبارك نشكر الرب على كل شيء خلينا نعتمد ونتكل على الله مش على الجبروت العسكري ولا القوة العسكرية لكن لسبب ما داود عند بالعربي تنح مش عاوز وسدد الامر على يقاب وفعلا راح بطول الارض وبعرضها ورجع قال في 800 الف مستل جبار بأس مستل السيف وكمان فوقهم 500 الف رجل من يهوذة كمان جبار بأس مستل السيف يعني قوة عسكرية لا يستهان بها سوبر باور طب شو رح تعمل في السوبر باور طب ما هو الرب إلهك هو اللي حارب عنك هو اللي أعطاك هو اللي أنقذك هو اللي اللي حماك فالنتيجة أنه الله أرسل النبي وأعطاه خيار ثلاث خيارات اختار الثالث قال له وبأ ثلاث أيام فداود النبي أحبائي في صموئيل الثاني 24 هو اللي تسبب في الوبأ لأنه أراد أنه يحصي الشعب بسبب كبرياءه عاوز يظهر قوته العسكرية وبعد كلها الإحصائية داود اكتشف خطأه دربه قلبه لأنه بسببه جاء الوبأ ومات سبعين ألف شخص بعدين في صموئيل الثاني 24 قال له طيب شو زنب الشعب خلي غضبك ينصب علي وعلى بيتي شو زنب الشعب ولليوم أحبائي فكرة كم من القيادات العسكرية والسياسية والدينية لما بتقرأ في تاريخ الكنيسة في أمور للأسف مخزية بتاريخ الكنيسة بارتكاب الجرائم والعنف وتسلط الكنيسة على الفقراء وفعلا اقتحام أراضي جديدة في الدول عديدة كله باسم الدين أنا مش هتكلم على ديانات تانية أنا متكلم على الكنيسة يعني أنه مرات خطية القائد الروحي والديني تنعكس على كل الجماعة بتاعته كم من قائد عسكري عمل خطأ سبب في دمار جيش كامل في كتيبة كاملة وهكذا أحبائي الله هو الله هو له السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء في أمور ما بندركها في العقل ولا مندركها ليه صار هذا الأمر بس أكيد الله في عنده أمور هو بيعرفها هو مدركها أكبر من عقولنا وأكبر من عقلنا بس الكتاب المقدس الشيء الجميل أنه ما بيخف الخطية يعني لما داود زنى وقتل الكتاب فضحه ولما داود أحصى الشعب ما تخبت الخطية يعني بعث له نبي وقلبه ضربه وأدرك أنه عمل خطية جريمة كبيرة لكن تحولت للخير وكانت الضرب الأخيرة عند جبل المريف في حقل أرونال يبوسي واشترى المكان وين بالضبط إبراهيم قدم إصحاق محرقة في نفس المكان ابتدى يجهز لبناء الهيكل عمل كل الإمكانيات للبناء وجاب كل المعدات وكل المواد لكن الرب قال له لا مش أنت لأنه أنت في دم تعرف القادة اللي في بإيديهم دم صعب مرات أنه يعملوا أي شيء سواء كان حتى نبي ولا قائد ديني ولا أي شيء اللي في بإيديه دم أنا بتعجب أنه كيف بيكون حتى إله أتباع فالله لا يشمخ عليه ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا كبرياء دقود جلب ضمار جلب العار جلب الموت سبعين ألف شخص لكن بسبب هذا الخطيئة كان فيه استرجاع كان فيه استرداد صار فيه هيكل الناس ابتدأت تعبد الله تقدم زبائح رجعت للرب وهكذا أحبائي معاملت الله مش محدودة بشيء معين تعرف حتى سليمان ابنه أدرك وتعلم الدرس أنه يتوجه إلى الله في سفر ملوك صحاح تمانية وإقرأ عن الصلوات اللي بيقدمها سليمان واحد من الصلوات إذا شعبك أخطأ وإذا أنت أرسلت وباء والشعب صلى وطلب وجهك وطلبك أنت اسمع من السماء مش عاوز يصير فيه مثل مصار مع داود أبو ترفع صلاة لكي ترفع الضربة والقضاء الإلهي ثم حبائي بيستمر في العهد القديم بيتكلم عن أيام يؤيل النبي بيتكلم عن ضربة الجراد الجراد أكل كل شيء لكن كان بعد تحذير وبعد انزار فهذا يظهر عزمة الخالق حتى الطبيعة مرات هي بتثور على الإنسان تعرفوا أحبائي محتاجين نعيد حساباتنا بدرستنا عن طبيعة الله ولسيما في أيام الكورونا خلينا ندرس خلينا نتعلم عن من هو الله وانا إذا في عندك أي سؤال فيك تبعث بسؤالك وبكل سرور هذه الفترة ممكن رد على الأسلة بعدها سأتكلم من العهد الجديد سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى أديان كل الأرض ألا يصنع عدلا طبيعة الله ما بتتغير ولا شخصه المبارك في توازن في الصفات الإلهية بالنسبة للعهد الجديد أحبائي يعني عم بيكتبوا بوحي من الروح القدس على القصص اللي حدست في العهد القديم مثلا بولوس الرسول بيتكلم في كورنتس الأولى إصحاح عشرة إنه كيف الشعب كده مرة جرب الرب الإله وعصى على موسى إلى آخر يعني مثل الرسول بولوس مثل بوتروس مثل يهوذة الرسول حتى سفر رؤية في كتباتهم يتكلموا عن أحداث الوباء في العهد القديم طب ليه بيتكلموا فيها في العهد الجديد لإنذارنا لتعليمنا مثلا قصة بلعام أو قصة الحيات المحرقة لما الشعب عصى أرسل الحيات اللي بتلدغ طلب من موسى أنه يصنع راية نحاسية وطلع هاي كلها رمز للمسيح رمز للمسيح لأنه يسوع قال في يحن إصحاح 3 والآية 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحية الأبدية فنفس القصص سواء بلعام سواء الحيات المحرقة سواء إزابيل سواء يعني عم بيجيبوا القصص من العهد القديم حتى نوخذ عبرة حتى نوخذ درس حتى لا نصنع عنهم الرب لعدم الإيمان لم يدخل الراحة وبأكثرهم لم يصر بأكثرهم يعني لأنه بسبب عدم الإيمان في معاملات الله لكن العهد الجديد بتشوف قصة أخرى كليا بتختلف جاء يسوع المسيح جاء مثال الكمال وكمال المثال جاء الشخص المبارك المكتوب عنه يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لأن الله كان معه مكتوب عن يسوع كان يسوع يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب فجاء يسوع المسيح برسالة الملكوت الجديد وبداية ملكوت جديد اللي بيتخلى له حضور المسيح وقدرة المسيح وشفاء المسيح ورسالة الخلاص من يسوع المولود من الرب بيحصل على الحياة الأبدية صار في رجاء صار في ضمان صار في يعني أمور جميلة جدا من خلال عمل يسوع الكامل الكفار بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات وهذا لم يكتفي فالرسالة استمرت لنشر هذا الملكوت الجديد من خلال الرسل الله استخدمهم بولوس وبطرس وصنع أمور خارقة حتى كانت منديل تلمس جسد بولوس أو خيال بطرس كان بيشفي الناس وكانوا بيخرجوا الأرواح الشريرة لاحظ كل مرض وكل ضعف وكل هاي الأمراض حتى الأوبئة والبرس يعني الرب يسوع شفى كل أنواع الأمراض منها البرس وهذا هو الشفاء اللي هو واحد من مكونات الملكوت الجديد هذا السلطان منحه الرب يسوع لاستمرارية عمل الكنيسة على الأرض في هذا الملكوت الجديد تعرف حتى الرب يسوع تنبأ أنه ستكون زلازل ومجاعات وأوبئة في إنجيل لوقة صاحة 21 آية 11 هذه الأمور اللي عم تحدث أو رح تصير في آخر الأيام كلها بسميها مبتدأ الأوجاع بس حقيقة نفس الشي صار تاريخيا وصار ضربات أكبر من هيك لكن نشكر رب اليوم من أجل الأطبة من أجل الصحة من أجل الإمكانيات الهائلة نشكر الله اليوم حتى بيشوفوا داخل الإنسان بيعرفوا كل يعني شريان كل ما يسر في داخلنا بيشوفوه كأنه بيتفرجوا عليه من برة فإذا هذا طبعا كمان بركة طبية الله بيستخدمها حتى نمنع الأمراض ونمنع الأوبع سفر رؤية هو يعني مع أنه سفر بركة للمؤمنين بس هو قضاء لغير المؤمنين ضربات لغير المؤمنين فبتشوف ضربات بتشوف إجامات بتنزل على الأرض على الغير المؤمنين بسفر رؤية صحاح 11 مكتوب عن الشاهدين يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا في رؤية صحاح 16 بيتكلم عن الضربات الأخيرة لعاوز أقوله أحبائي يعني قد يكون يعني اسمعني كتير كتير مهم لأنه على هذا الاستفتاء قد يكون أو لا يكون ظهور الأمراض الوبائية مرتبط بدينونة الله للخطية لكن بالحقيقة نحن نعيش في عالم ساقط نحن نعيش في عالم كل وضع في الشرير فإذن إذا بدأ أحل الليل النهار ضربة ولا مش ضربة هو حتما لما بتشوف مرض مثل هذا المرض اللي عجزت عنه كل العالم اللي سكرت دول دمرت اقتصاد يعني أطاحت بشعوب وأمراض مرضى كثيرون سكرت مدارس الأمور كلها اختلفت حتى لقدام عم بيحكونا الأمور مش رح تضلها كيف كانت من شهرين ونص ثلاثة يعني أنا لما كنت بدخل مطار في مطارات بفوتها 30 40 50 مليون شخص يعني خلية نحل اليوم فاضية الدنيا مسكرة البزنس مضروب كل شيء يعني كأنه كأنه الطبيعة بتتكلم يعني مش كله سلب يمكن نتنفس أكسجين نضيف يمكن نهدى شوي نفكر في الله لأنه مرات من كتر الانشغال مننسى وين الله أو مين هو الله فالسؤال أحبائي كيف أتعامل مع الوباء سأقول عدة نصايح أول شيء ما فيش داعي للرعب ولا داعي للخوف لأن الله لم يعطنا روح الخوف للعبدية فالخوف يستعبد بل يستبد في الإنسان فتتحول حياته إلى أوهام وصراب وعايش دايما في كل شيء يعني صارت الناس تخاف تطلع وتفوت وتحك وتتكل يعني مرات بتزيد هالناس أكتر من اللازم كأنه ربنا مش موجود وللأسف المؤمنين المفروض إحنا الإسعاف تبع هذا العالم عم بتخبوا في البيوت أكتر من الناس التانية ما في داعي للانزعاج ما في داعي للقلق ما في داعي للخوف كلمة لا تخف وكل مكوناتها وكل مرادفاتها أكتر من 300 مرة موجودة في الكتاب المقدس فلو أنا باخد وعد الرب أنه ما أخاف أنا باستمد قوة من حضور الرب في حياتي ثم شيء تاني طب لما في أزمة شو أنا رح أتعلم من الأزمة هل حياتي اليوم مثل ما كانت قبل ثلاث شهور ولا في دروس عم بتعلمها سواء من ناحية روحية من ناحية عملية حتى من ناحية أسرية كيف علاقتك أنت والأسرة كيف علاقتك أنت والأولاد كيف علاقتك أنت وزوجك أو أنت وزوجتك فشو ممكن أتعلم من خلال الأزمة شيء آخر أحبائي الأزمة المفروض لازم أتعلم حكم وأتحلى بالحكم محتاج حكمة الرب في سفر الأمثال إصحاح 22 آية ثلاثة مكتوب الذكي يبصر الشر فيتوارى مش بيتحدى الشر فيه وقت لكل لكل شيء ثم شيء مهم جدا وهذه الرسالة للكل بصراحة إحنا محتاجين يعني المشكلة تبعتنا يا على الكم الهائل الناس كلها صارت أطباء وكلها صارت حكماء وكلها صارت دكاتر تلهوت وكلها صارت معلمين وكلها صارت يعني أعطوا الحلول لكل عالم خلاص ما عاتش في عنا مشكلة أحبائي للأسف في قوانين حكومية في قوانين طبيعية وفي قوانين روحية في قوانين حكومية أو في قوانين صحية يعني العالم بحاول يكتشف شو المرض يعرف نوع المرض ويكتشف اللقاح أو العلاج لهذا المرض لكن من ناحية لهوتية أو ناحية كتابية إحنا لازم نعرف نميز شو سبب المرض ليه المرض شو اللي ممكن نتعلمه هل في شيء الله عاوز يتكلمنا فيه بغض النظر ضربة ولا غير ضربة ما نعودش نتحاور ليل نهار لا هذا قضاء هذا ضربة الناس كلها الشرير الناس كلها فاز لا أنت ما بتعرف ما تكون ديان ولا حاكم لأي شخص كلنا متساون بغض النظر مثل المسيحي عندنا احتياجات نفسية وجسدية ورحية واجتماعية فكلنا في الموازين إلى فوق كلنا نحتاجين نعمة الله فبدل ما أعد ليل نهار أتفلسف وأعرف شو السبب طيب شو الدرس اللي أنا بتعلمه محتاج حكمة إلهية الكتاب أحبائي بذكرنا أنه الله ما بيتفاجأ حتى في الكورونا مش متفاجئ وأنه إحنا كمؤمنين لا نخاف خوفهم الناس بتخاف يمكن لأنه ما عندهاش رجاء خايف من المجهول أو خايف من الأبدية بس إحنا مش لازم نخاف هذا الخوف على فكرة هذا الوباء جد مش لازم تستهين فيه ولا تقلل من أهميته فاخذ كل الإحتياط وكل الوقاية لما اليوم الأطباء بقولك يا حبيبي غسل إيديك ابتعد على الأقل مترين ودائما استخدم الأمور العازلة الواقية إذا كمامة إذا كفوف إذا أي شيء لحد ما هالمحني لحد هالغيمة تعبر والأمور رح ترجع على فكرة مش راح تضلها في هذا الولاي مع كل هذا يعني إحنا في عنا السلوك الروحي بس لازم كمان نسلك بالتعليم الوقائية اللي حكوماتنا أو أطبقنا بيطلبونا فيها أن نكون متعين شيء آخر تذكر أن الله هو السيادة والسلطان السيادة الكاملة المطلقة الله ليس غايب عن الأحداث ولم يتفاجئ من الأحداث له السيادة الكاملة لأنه منه وبه وله كل الأشياء ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قزله وأن الله متسلط في مملكة الناس وأنه فوق العال عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما الله مش بعيد ولا صامت الله حي الله موجود الله عارف يعني اختبع عنه في كورونا واللي تفاجأ في الموضوع ثق في معاملات الله ثق في صلاح الله ثق في محبة الله ثق أنه كل شيء رح يتحول للخير إذا أنت بتحب الرب شيء آخر أحب بقى نعاوز أقول لكل مؤمن استخدم كل فرصة للخدمة والشهادة قوعك اتضوع الفرصة قوعك اتضوع الفرصة كم من المؤمنين القتلة وكم من المؤمنين اللي فعلا المفروض نقود للناس للحياة الأبدية لكن بسببنا أحبائي أعثرنا ودمرنا أحبائي لازم نشهد حتى نكون صادقين في المحبة هذا الإيمان العامل بالمحبة ما هو قال يسوع اطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة مش ناس بس تتكلم كلام فعلة أكشن الفعلة هم يتكلم عن الحصاد تحصد يعني تستخدم المنجل فحنا لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فالفعلة حبها استخدم كل فرصة كل إمكانية كل فلس موجود في جيبك استخدمه لمجد الرب اظهر محبة المسيح تسامح المسيح لا تكن ديانا أو محاسبا للناس اترك المحاسبة اترك الدينونة للديان اللي عنده الحق الشرعية إنه يدين شيء آخر أحباء يصلي لما بتشوف هذا الوضع إحنا محتاجين نصلي في أخبار الأيام التانية صحاح 7 نرجع للآية اللي اقتبست بالأول فإذا وإن أرسلت وباء على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعهم هو لازم يكون في توبي وراجعوا عن طروقهم الردية فإني أسمع من السماء وأخفر خطيتهم وأبرئ أرضهم إذا في وباء ضرب كل الأرض الرب هو القادر من خلال صلوات المؤمنين وطلب وجه الرب إنه يبرئ أراضينا بصراحة الحياة قصيرة المؤمن متأكد من مصير عارفين إنه إحنا قلنا السماء والحياة الأبدية لكن فرصة لربح النفوس فالأخطر أحبائي هو الانفصال الأبدي عن الله إذا أنت غير مؤمن اليوم تسمعي الرسالة قوعك يمكن خايف من الوباء خايف من رب الكون والفقراء خلينا نصلي من أجل الذين فقدوا العمل صلي من أجل الذين هم في الخطوط الأمامية مثل الأطباء مثل الممرضات مثل الرجال الإسعاف والإطفائية مثل الشرطة وهكذا خلينا نصلي من أجل المسنين حماية لهم صلي كمان أنه يكتشفوا العلاج والحل تذكر أنه كل أزمة تخلق فرصة يوسف في العهد القديم رأى المجاعة لكنه رأى الحل وأنقذ العالم القديم من المجاعة باختصار أحباء العلاج هو التوبة نسترد العلاقة مع الله نفهم خطة الله للخلاص الله وعدنا أحبائي في أيام جميلة جاي اللي مش راح يكون فيه لا مرض ولا وبأ ولا حزن ولا خوف ولا ظلم ولا موت ولا لعنة راح تكون سماء جميلة وأرض جميلة وكل شيء جميلة نفهم طبيعة الله قداسة الله نحترم قوانين الطبيعة نحترم أشسادنا اللي هي هياكل للروح القدس وأنه الكنيس إلها دور إلها مهمة في هذا العالم وأنه قيمة النفس أهم بما يقاس الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر